في ظل القرارات اللي تصدر في الغالب من وزارة العمل بشأن منع العمال الوافدة من العمل في بعض التخصصات احنا نتكلم الآن عن نقل الطالبات للجامعات والمدارس بصفة استثمارية كون هذه المهنة من المهن السعودية ولا يسمح لغير السعوديين بامتهانها إلا أنه لوحل تجاوزات صريحة لكل هذه القرارات بكليات البنات بجامعة الملك خالد دون مراقبة من الجهات لات الاختصاص الأمر هذا أثار استياء أصحاب هذه المهنة وبعض أولياء الأمور شوف تقرير ونرجع من ذلك تدير العمالة غير النظامية أو المتستر عليها جانبا كبيرا من عملية النقل المدرسي وتحديدا للطالبات في الجامعات والكليات مما خلق سوقا خفية تدير عليهم أرباحا شهرية وسط غياب الرقيب حيث استطاعت بعض هذه العمالة الحصول على ترخيص باسم مؤسسات تقبض نهاية الشهر أو ربما تجاوز الأمر إلى العمل بدون ترخيص نقل أو ربما تزويره لو تطلب الأمر إلى جانب أن كثيرا منهم يقودون حافلاتهم بسرعة جنونية ونتج عن بعضهم حوادث مرورية مما جعل أولياء الأمور يعيشون في حالة من الخوف والترقب على فلذات أكبادهم سواء في ذهابهم إلى المدرسة أو الجامعة أو قدومهم منها وليس الأمر يقف على العمالة فقط لأنه تعدى إلى استخدام سيارات رديئة جدا لا تحمل أدنى مقويمات السلامة بناتنا صاروا يروحون مع أجانب وحنا نشوف حاجات غير لائقة وحاجات مخلة ويودونهم الأسواق ويودونهم المطاعم وهم يعني يبغون يرغبونهم فضيعوا بناتنا فنرجو من الله ثم من خادم الحرمين الشريفين أن ينظروا لوضعنا كان فيه منع لكن ما أحد تجاوب ولا أحد أهتم الله أعلم وش السر كافة الأمن هنا ما فيه لا دورية ولا فيه أحد يعني نشوفها قدام العين في المواقع هذه نشوف شيء غير لائقة ويطالب سائقونك للطالبات الجهات المسؤولة بالتدخل في تنظيم الحافلات العشوائية التي يقف خلفها مستثمرون أجانب مع تقديم التسهيلات للمواطن لنقل الطالبات عبر إطار منظم يحفظ سلامة المواطن ويكفل العيش الرغيدة للشاب السعودي فينا قرار بمنع بتوقيع الأمير خالد الفيصل ومن وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله ممنوع نقل الطالبات والمعلمات ينكرونهم الأجانب لكن الأسبب الشديد لا المرور ولا الشرطة ولا الأمن والسلامة في جامعة من خالد ما تجاوم معنا سواء ينكرنا له معنا هذا الشي ولكن ما حتى تجاوم معنا هذا الشي فيما يشير من يمتهن هذه المهنة إلى أنها مهنة بسيطة وتدر أموالا مجزية وفي ظل مخالفة النظام تذهب هذه الأموال إلى غير مستحقيها وبطريقة غير نظامية إلى خارج البلاد القناة الإخبارية عبدالله العبيد أبها طيب عشان نأخذ هذه القضية من أبعادها مع أحد سائقي الحافلات نقل الطالبات الأخ علي القحطاني حقيقة الأخوة علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ليتك تقول لي وش اللي قاعد يصير عندكم لا إله إلا الله وحده ولا شريك ألا أهل الملكة الحمد يحميه على كل شيء قدير اللهم صلي وسلم على رسول الله صلى الله وسلم أول شيء ناجد خادم الحرمين الشريفين وولي عهد أهلمين وصاحب السمو الماكين أمير فيصل من خالد أمير منطقة عسير النظر في وضعنا وتشكيل لنا لجنة يتبرى بهذه الذمة حنا استأسم الأجناء لجانب أصبح أكثر من السعوديين والمرور يطالب السعودي بالرخص العمومي وعشر أمفار في كارت العائلة وتصاريح مما يسمى وزارة العمل ما تعطي تصاريح إلا خارج المنطقة خطوة الطوال الأجنبي وقال الأجنبي وضع السليب لا عندها رخص عمومي ولا عندها تصاريح ولا عندها أي شيء يقول ثلاثة أربعة في الجامعات والربع واحد سعودي السنة هذه ممكن فيه عشرة في المئة بكرة السنة الجاي يمكن ما فيه إلا واحد في المئة من السعوديين وطالبنا كلمنا مكتب اسم هذا وزارة العمل كلمنا المرور كلمنا الشرطة وماغي فائدة كل من يحاولنا على الثاني وش يقولون لكم يا عم علي يقولون ما أنا روح للمرور وقال المرور روح الشرطة الشرطة قال رهدوا للمكتب العمل مكتب العمل يحول نعلم يعني ما ندي من روح له كم عددكم أنتم كأصحاب حافلات كم عددكم الآن كثير يا أخي واصبح لأجارة أكثر مننا وحنا طال عمرنا نهد على بيوتنا وعلى وزنا حنا متقاعدين رات بالواحد ما يتقاعد يوصل 1700 ريال أنا رات في 1700 وش يبتسوي لي ما تسوي لي شي حنا ما نكون دعا وجينا بدل ما نروح انت شو حد خليقة الله يا أخي في الشوارع في البيوت إي بس بس نتكلم العمالة شلون جالسة تشتغل لوسط الجامعة ما في حد يراقبها ما في رقيب ولا حسيب أطردوهم للجوال ترجعونا في الجامعة أطردوهم الجالس يذهب يرفس الشي أطردوهم سلق الخضرة كلهم أصبح السواقين عندنا في الجامعات وفي المدارسة العامة يعني كلها جارboards باسمحت جارboards جارald كلها وهذا أمر وزارة الداخلية ولا أحد نفذه ما أحد نفذه ولا تعرض لها بأي شي هذا الأمر من وزارة الداخلية أنه ما يسوق هذا أمر من وزارة الداخلية ما يسوق بالطالبات ولا المعلمات أو أض equally التدريس إلا واحد سعودي السعودي شيلا يؤديها اللجنبي يقول لجنبي بأدهها لجنبي أكثرهم يقول لجنبي أفضل من السعودي منهم الناس في الشرطة ما أقدر أذكر أساميهم ما يصير الكلام هذا لالله سبحانه مخادم الحرم يشتري فيه ولي عادي الأمير وصاحب السمو الملكي أمير بس منطقة حسير هل احتكروا الأجانب عندكم السوق احتكروا تماما عليكم هيا والأجانب أصبحهم السعوديين أكثر من السعوديين لو تجي في الجارعة لا تصدق الكلام هذا كلهم سعودي أجانب حمدها التربع حين أربع واحد طيب بينهم اتفاقهم عليكم نعم أقول عندهم اتفاق عليكم السائقين الغير سعوديين ما عندهم اتفاق ولا عندهم شي هل تصدقهم موحدين لأسعار ونزلينها ضدكم ما أدري والله ما سير أكذب لك بعضهم يقولون مخزم بيتين ثلاثمائة ريال وحنا ضرر علينا وبعض المؤسسات زي الوهمية وحطينهم سيارات ويش كدران وحطينهم سوقيا أجانب ما في السعودي السعودي يبقى يشتغل معين ما يشتغل طيب النقل البنات في جامعة الملك خالد عندكم فيه نقل من الجامعة نفسها وفيه النقل الخاص وفيه اللي هم قايدين الحافلات فيه نقل الملحم شركة الملحم ايه هذه النقل العام ايه اما الخاص اما الخاص زي ما قثلك ايه الملحم عندها برضا هجانب وعندنا هجانب بالكثر يا أخي بالهبل ما عادها باحد ولا اذنين طيب حنا ما نقول شيء اللي عنده سائق خاص يستخدمها فيه حاجاتها الخاصة صحيح ما يستخدمها نقل العام يا أخي صح صح طيب المرور ما كان فيه اي تجاوب من قبل المرور ما فيه اي تجاوب ما فيه اي تجاوب ما فيه اي تجاوب كلمنا العميد ساعده من دعجب وكلمنا واحد يقال عبدالعزيز حق لهم السلامة في الجامعة ولا كأنك تتكلم حق اتوقع والله واعلم من اكثر السيارات لا 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 ما توصل هال انا ما اتهمهم لكن ايه لا ما توصل ما توصل لكن هم ممكن يعني عندهم رأي اخر لكن قرار وزارة داخلية يجب ينفذ وما لهم خيار فيه هذا هو قرار وزارة الداخلية ولا حد رجع لها مرة ولا طالع فيه طيب انا شك انا شك يقول لك وطن بلا مخالف مين مطن بلا مخالف ما جاء احد جانا يا اخي ما احد جانا في الجامعات ولا في المدارس ما حد فتش ولا شيء انتوا انتوا وش المخالفات اللي تجع عليكم دائم دائم عليكم مخالفات ها يمسكون المال الجه السعودي يطلبون عائل رخصة عمومي ايه يطلبون عائل رخصة اسمتها كرت العائلة في عشرة انفار ويطلبون طعم تصريح من مكتب مجارة لازم عائلها عشرة لازم عشرة انفار في كرت العمل في بطاقة الاحوال كرت العائلة واسم هذا تصريح من مجارة المواصلات مجارة المواصلات ما يتعطي لها طرق الطوال اللي ينقل ظهران الجنوب واللي يقل تثليث واللي ينقل تامة حي تصريح لهم وغير السعودي وش المطلب منه السعودي ما يطلبون منه اللي جنبي ولا يطلبون منها اي شيء يمر من عندنا والمر يفتش علينا ولا يطلبون من هاي شيء ايش اللي جنبي قالوا هو ابعها سليم ما هو ابعها سليم يا اخي شيء غريب والله والغريب ان حتى ما هو مصرح لهم يشتغل بنون تصريح الغير السعودي عندكم السعودي يشتغل بنють تصريح ولا حد يقوله الشيء ولا حد يقول له كلمة والله يمر علينا مفتعون على المرور في تقاطع قبل الجامعة مفتعون علينا ونم يعي تردون بي واللي يقول فيه شيء وإذا مسكوك يطلبون منك الرخص العمومي ويطلبون منك تصنيع وزارة النقل ويطلبون منك الدفتر العائلة يكون في عشرها نعم نعم هذا ما تنقل سيارة نقل واللي ما عندها عيال وش يسوي هو كبير سن سم واللي ما عندها عيال ما ينقل يعني اللي ما عندها عيال ما يعظونها نقل عيون يقول ما نعطيك طيب كيف أعيش عاي نفسي كيف أصرف عاي نفسي طيب أنا شاكر لك عم علي القحطاني صاحب حافلة نقل طالبات من المتضررين من نقل غير سعوديين في مكان يجب يكون فيه سعوديين